بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم الزينات إن شاء الله تكونوا بس وبخير تكونوا هني إن شاء الله يا رب العالمين اليوم جيتكم على هذا الروتين نهار اليوم الروتين تاع الصيام تاع الصايمين كما كتبوا هنا يوم مع الصباح فطرت يعني بدت بفطوري يعني سحوري صحر تبقى هوا وحليب ومبعدها يعني درت شغالاتي وكملت ومبعد رحت بديت نطيب يعني في نواجهت في العشاء قلت أنا نكومونسي على الأفانس هكذا وبهنا نتحن نقولو دونك رحت بديت نطيب في الشربة الشربة هي الأساس يعني في الفطور كما لو تشربة متعودش أنا وحدة ناس نموت على الشربة لازمين نفطر بالشربة سينوما كيلي ما عندو حاجه كينلي حبيه يشري نقولو يبدأ بأي حاجه يعني ما عندو حاجه يعني ما عندو حاجه أبس صح أنا لا أنا نحب شريبة هي الأول لازمين نبدأ بها كما اشتو هنا درت مرسو تاع الحم درت شوية تاع الثوم ودرت شوية زيت ودرت حبيه حبيبات تاع حميصة وراح ندير ثاني زوج حبة تاع الطماطم تاع الحبي يعني رحيتهم في الروبو وراح ندير لها ثاني ليزي بيس راح ندير لها راس الحانوت مغرف تاع راس الحانوت ثاني نص مغرف تاعها هو ثاني تاع فلفل حار بس كا حار شوية ما كثرتش منو هذا زوج مغير فات صغيرة ثاني تاع الطماطم صبرة بس كما نشح هنكثر بزيف لنك زوج مغير فات ثاني تاع قهو ثاني تاع ملح ونحرر كلش وراح نزل له ثاني شوية تاع الكوركم وراح بخير مغرف ماش مع عمرة صغيرة تاع كوركم وراح نديرها المسخون ونغطي هذك اللحم ونغلق عليها ونخلي ذك اللحم يطيب وضعنا من جهة اخرى راح نتشاهيت هذا المطلوع او الخمير كما كنت شوفو هنا جبت دو مزيغ مزيغ واحدة درتها بدقيق هذا الليف الطبس هذك فارينة فارينة كمبلت يعني كين الفارينة كمبلت يعني كاملة تلقاوها في كخفو هي اللبنية تتباع درت كيلة فارينة كمبلت وهذي كيلة تاع سميد تاع القمح اه لازم ندير كيلة بكيلة وليما عندش فارين هذي كمبلت يقدر تدير فارينة عادية يعني كيلة فارينة عادية وكيلة تاع القمح دقيق تاع القمح المهم درت لهم شوي تاع السينوج درت لهم هذه زوصشيات تاع لاليوفيور بولانجير لاليوفيور المخايرة هي تاع ليدل لبنائت اللي عينو يشري هذي لاليوفيور اه شروا من الليدل بسك هي فرنشمون الي سوبر بيان يعني ثم ثم تطلع وما فيها شريحة مليحة يعني اه كما قلت لكم بدرت لها ثانية زرعت له شوي ثانية زرعت الكتان اه لغاندولا مثان بدرت لها مغير فا وهاني بديت نعجن في العجنة التاعي لا تكثروا من البديل ولا الماء بس كدقيك تاع القامح ما يشربوش مش كما الدقيق العادي اه ما يشرب لكمش الماء بزاف يعني يديرو بشوية وعجنو وضعنا هاني نعجن فيه بشوية وحانديله ذكاء هاذك الملح وانكمل في العجن ثاني نعجنو شوية مش لاني ندلك فيه دلك كبير كبير نعجن فيه وعلا ندير الماء ونعجن ندير الماء ونعجن نرخفو شوية هذا يجي شوية مرخوف باش يطلع بما انه قمح وعلا نرخفو شوية ونبعدها راح نديرو فيه نخليه يطلع ونغطيه ونخليه يطلع مدة واحد الدمية هكذاك وعلا نديرو شوية زيت نفوك برق باش ميلساك ليش ونغطيه بالفيلم وخليه يطلع كما قدتكم مدة نص ساعة هكذاك وعلا اني يطلع تشوفوا اطلع وطولد ونقرصوه هنا من جهة كنت احزا ما راح ندير بوريك واللي تكوت هيا نبدل شوية هنا جبت لي فايد طاكوس هذوك طاكوس جبت هذا هذا اللي تقطع هذي لامبورت بيس دوائر نحيت دوائر وجبت هذا البلا لشتوه تعليم يعني تعليم مدلان هذاكو قطعت هذو ما دوائر وراح هندير اين كيش دي كيش اجب دي ميني كيش هنديرهم في هذاك المول لشتوه هنا بديت قطعت الدوائر نتاوي هنا دو فاة يعني هذي يرفضليت ناحش وحده ناحش حبه يعني دو فاة ودرت 24 حبه هنا هنا قبل لا تحطوا هذو اللي اللي فاة دهنوه شوية بالزيت هنا نسيت انا ما دهنتوش دونك حطوا هذو كليفي حطوا هم كيشتوني حطيتم مكداكا من جه اخرى اروحت افتحت على الشاربة ودرت لها شوية شربة افريق نصف كاز بارك شربة افريق اخسلتها وقطعت ثاني شوية نصف حبه مع نصف حبه فلفل الاخضر نشتينا ندير ثاني يطلق الريحة ودرت الهجوة كامل ثاني نحب الفلفل في الشربة بس كموش حار هذا بزيف دهنوه في قشوية افين حرارة ودركو خليتها تغلي والتي تعود دهنوه ودرت لها شوية مغرفة طماطم وزدرت لها الراس الحانوت وخليتها تغلي من جهة اللي قلت من هذا المطلوع عجينة طلعت ودرت لها ذاك القاز قاز زيتها ودرتها ثلاثة ثلاثة خميرات هنا كما قلت لكم روليتها باركو ونحن نقرسها جبت هم اللي بلا هم مساعدوني بزا هم اللي بلا هم بيزا ندير فوقهم البيضة وندير قطرة باكتاع الزيت ونحن نحط فيه هذا الخمير نحل الخمير نتاعي نحلها بالحلال جيني سهلة من طوش لديها ثم ثم تتحل بالحلال ليس كما تدير بليد نحلها باركو بالحلال ثم كل اخر شي يحبوا كان يحبوا يدخشين طالع اخرى ما يحبوش طالع بزاف اخرى كيف كيف وكل اخرى درسها في بلا وبعدها حطيتهم بجهة وخليتهم يطلعوا مدة عشرين دقيقة هكذا يطلعوا من شي اخرى رجعت الليميني كيش كما اخرى حطيت الليميني كيش كامل اه 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 خلطتهم نصف باكي اه 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 خلطتهم مليح باش نديرهم في هذوك الليميني كيش هنا مجيها كان عندي الطن اه الطن هذك اللي في الاتومات مخلط باتومات اه اه وراح ندلها من هذك من هذك الاسوسة الكرنفخيش والبيض ونفرق لها كل اخرى نفرق لها زجوم غير فات ملفوك ورا هنه كل واحدة ندلها زجوم غرف ورا نعمرهم كامل وهذا الانسان اللي ما عندوش الوقت لو تقدام ولا حاجة ولا تفني انتم مش قادرين تديرو العجنة ولا ته يعني تقدروا تديرو هذي لاستيوس تديرو غرب هذي اللي فيدو تاكوس يعني ارابيد اه ثم ثم توجدوهم ساهلين ورا بعدها نديرو من فوقهم شوية على الفرماج فخوماج غابي كل اخرى نديرو من فوقها شوية وراح نديرو من الفلفور يطعبو وراح نديرو من الفلفور كما تشوفو جاو يشاهو وبنان ماشاء الله وثم ثم يوجدو ما يشدوش ليد روعة هنا بعد ما اطلع لي هذا المطلوع كما تشوفو هنا جدرتو في الطاجين يطعبو وهنا راح نجبد غير بما اني نصور ما صدتش نصور لكم شدة تريفون بليد ما قدش نصور لكم كيفش نجبد هذا الكاخرط تشبدوه فاصل وبعد ما طاب كلش الحمد لله هنا بدينا الفطره هذي الكيش نتاعي بعد ما طاب تشوفو جا تبنينا ماشاء الله ورابيد افير يعني تاع واحد متفنيين واحد متفنيين ولا ما عندوش الوقت يعني تقدر دروها رابيد وهنا الشريب انتاعي وهنا هذا المسمن كان جاني كفر خير مولا تولي مسمن الله الله وهذا المطلوع انتاعي طيب تتاع القامح والقامح والفارينة كيف كيف لابها تلقو شوية جاي في الكحولة هذه هي روتيني تاع نهار اليوم هذا فطور تاع الصايمة ان شاء الله يكون عجبكم بديتوا فكرة ان شاء الله يا البنات ولا تنسوني اش بليجان بلو باختاج ولمهوش ابوني نقولو ابوني مرحبا بيك ولمهوش ابوني ولمهوش ابوني ولمهوش ابوني